أكد قائد سلاح المتفقية عضو لجة أمن ولاية نهر النيل عبدالمحمود حمد عجيمي أن الأجهزة النظامية المكلفة بمهمة استدباب الأوضاع الأمنية في ولاية نهر النيل تعمل وفق تنسيق تام وبروح الفريق الواحد هذا وفق توجيهات والولاية نفيا بالشدة صحة ما روج له البعض بوجود تقاطعات واشتباكات ما بين مكوناتها وقال عجيمي لدى استقبال امتعزيزات أمنية جديدة للولاية أن قوات الجيش والشرطة والأمن قوات وطنية تتمتع بقدر عالي من المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تمكنها من القيام بمهمها وأدوارها دونما إفراط أو تفريط قطعا بأن هذه القوات ستوفر الحماية والأمانة للمواطنين لكن في المقابل لم تتهاون في ردع المندسينة بأجندة إثارة الفوضى والتخريب الناس شاهدوا حرائق وشاهدوا تخريب واسع جدا ما في مواطن غيور على وطنه ولا غيور على بلده يمشي يحرق ليه طرنبة أو يحرق ليه مكتب أو يحرق ليه مؤسسة فمن هذه النوعيات نحن في قوات خاصة بمكافعة الشغب وقوات خاصة بمكافعة التهريب بتتعامل معه وفق الضوابط ما لم هذا المعتدي أو هذا المتفلد يخرج عن إطاره إلى ذلك خطب ولي نهر الليل حاتم الوسيل السماني حجد القوات الأمنية والعسكرية مرحمة بمقدمهم وموجها بضرورة حماية أرواحه وامتلكات مواطن الولاية ودعم جهود حكومته في عودة الأمن والاستقرار ومراعاة حقوقهم والدستورية في التعبير السلمي وأكد الوسيلة أن جهودهم عضية بدعم المركز لفراج أزمة الخبز خلال الساعات القليلة القادمة دارين نحمي أرواح مواطنين دارين نحمي ممتلكاتنا دارين نجعل الحياة سهلة وطبيئية لكل المواطنين مواطنين نحر النيل يعيشوا بسلام وبأمن وبقوة يتلقوا خدماتهم الأساسية في الخبز في البغود في العلاج في المياه في الصحة في التعليم في كل هذه الأشياء دبلتكن وديوا إلى يتكن حافظوا عليها طالبت قوى سياسية وتنظيمات قانونية ومجتمعية من محلية عضبرة السلطات الأمنية بالأولاء بملاحقة منفذي عمليات الحرق والنهب والتخريب وتقديمهم للعدالة مؤكدة استنكارها وشجبها لمظاهر الانفلات الأمني التي صاحبت مسيرات الاحتجاج وشددت خلال اللقاء التنويري والتفاكري الذي جمعها بلجنة أمن الولاية بضرورة الإسراء في احتواء الأوضاع والمهددات الأمنية من خلال فك الضائقة الاقتصادية ومعالية أزمة الخبز مؤتبرة أن نتجاوز الظروف والتعقيدات الرهنة رهين بوضع الحلول الجذرية التي تكفل رفع المعاناة عن المواطن وعودة الهدوء والاستقرار للمحلية والولاية من جديد نحن ندعو أن الأجهزة الأمنية في الاتجاه في التعامل مع الشارع كان غوات مسلحة أو أجهزة أمنية أو أجهزة شرطية ندعو لأنها تراقب المظاهرة ولو كان هناك اختراق في المظاهرة أو مخربين من خلال التظاهر ونحن ندين ذلك السلوك وهذا الفعل ندعو لأن الأجهزة الأمنية تكتشف هذا الاختراق وتضبط وتطرح إعلاميا للمواطنين حتى المواطنين يتبصروا لكن الأمر الأساسي لا بد من حل الأزمة في الواقع لأنه إذا لم تحل الأزمة سيظل الأمر متصاعد خطينا بعض الحلول للأخوة في حكومة الولاية وبيتخلي أنه لو نفذوها يمكن الضائقة المعيشية إن شاء الله تنجلي الضائقة السياسية تنجلي لأنه إذا الناس أدنوا الناس حق التعبير السياسي وحق التعبير عن عراهم أنا بيتخلي ما يكون في احتغان سياسي بأي حال من الأحوال أنا حقيقة أناشد كل الأهل في الولاية وكل الأهل في مدينة أطبر وصفة خاصة أنه من حقكم أنكم تظاهروا أو تعبروا عن آراكم تعبير سلمي لكن نسأل الله بأن الناس يبعدوا عن التخريب وعن تخريب المؤسسات العامة بالصفة خاصة إلى ذلك دانا الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عمال النهب والحرقة التي تعرض لها مقر اتحاد عمال الولاية بعضرة أعرب الاتحاد العام على لسان رئيسه يوسف علي عوض الكريم الذي وصل للمدينة على رأس وفد من الاتحاد العام متفقدا حجم الأضرار والخسائر بدار الاتحاد بعض برة وعبر عن بالغ أسفه لانحراف الاحتياجات عن مسارها القانوني في التعبير السلمي للتخريب والدمار معتبرا دار الاتحاد منبرا عماليا نقابيا مملوكا للشعب وأصدر عبد الكريم توجهاته لقادة وعضوية الاتحادات العمالية والهيئات النقابية بحماية وحراسة دورها مؤكدا أن الحادثة ستزيدهم تمسكا بمبادئ العمل النقابي صنوضا والتفافا حول خضايا العمال معلنا عن التزامهم بدعم انتحاد ولاية نهر النيل وإعادة إعمال دارهم بمعاونة كل قواعد الحركة العمالية بالسودان وقفنا على حجم تخريب ودمار وحريق كبير جدا يعني كل الأساسات وكل المعدات ويمكن حريق ونهب من دار الاتحاد وده بالنسبة لينا مسألة مرفوضة جدا ومسألة مستنكرة ومن قلعة العمال من مدينة عطبرا بنوجه كل الرؤساء الاتحادات العمال الولايية كل الرؤساء النقابات العامة وكل الهيكل النقابي إنه لابد من حراسة دور ومقار وممتلكات العاملين في سياق أغدر اتحاد نقابات عمالي ولاية نهر النيل الحجم الخسائر التي تعرض لها مقر الاتحاد الرؤى عماليات النهب والسلبي بملايق قل عن عشرة ملايين جنيه وقطع بأنه سيتبنى نفرطا كبرى لإعادة إعمار دارهم بالولايات خلف كثير من الآلام والحزان حقيقة لما حدث لمباني اتحاد عمال الولايات النهرية والسلبي نحن بالرغم من نحن وسط هذه الأجواء من تخريب وحريك كامل نحن قدر نقول أنه تدمير شامل كامل لمباني اتحاد والسلبي حقيقة بنجب ونستنكر التخريب وما حدث لمساءات الدولة والمساءات العامة حقيقة فممكن للتعبير الناس تعبر بأي سلوب لكن لا للتخريب حقيقة بذات المنحة قال معتمد محلية عطبرة علي عبداللطيف إن ظاهرة التخريب والحرق والنهب التي صاحبت الاحتياجات الأخيرة تعتبر سابقة دخيلة على المدينة ولفت عبداللطيف لأنها طوال تاريخها النقابي والعماري وحركات التظاهر السلمي لم تسجل مثل هذه المبارسات وأكد كذلك عودة الهدوء والاستقرار إلى المحلية من جديد مشيرا إلى جملة من الترتيبات والتدابير الاحترازية التي نفذتها حكومة الولاي بمعاونة الأجهزة النظامية مما أدى لفرض الأمن والاستقرار وأعلن عن انفراج النزبي تشهده أزمة الخبز مع سياب وتدفع كميات كبيرة من الدقيق للمخبس الحق دستوري في أن يكفر للمواطنين كلهم التظاهر والاحتراز وحصلت عدة مرات في عضبرة في الترات السابقة وحتى المظاهرات كان بتحدث طول تاريخ عضبرة كان بيقودوها النقابيين وخلافوا ناس كيساريين وإسلاميين وكلهم معروفين بأشخاصهم بيقودوها لكن ما حدث في تاريخها أنها تعرضوا لأي ممتلكات عامة لا بالنهب ولا بالحرق ولا بالسرق ولا بالإثلاف ما حصلت أصلا إلا في هذه المرة ويبدو أن الشور كان مدبر وفو طحريق خارجي طحريق من بعض الجهات يعني للأسف الشريط أنه نعمة الأمن الناس العايشين فيها فقدوها خلال اليومين أو الثلاثة يوم الأخيرة اشتركوا في القناة